الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الثامن عشر من أبريل تطورات هامة وخطيرة القوات الروسية تواصل عمليات التقدم في قطاع أفديفك ومحري دانياتس طبعا إضافة لكل ذلك قامت القوات الأوكرانية باستهداف المناطق الروسية بصواريخ ومسيرات وغيرها من الأمور تابعوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة ولا تنسوا رجاء الانضمام إلى القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد كذلك أتمنى من حضرتكم أحبائي مشاركة الفيديو على أوصى نطاق ليصل لجميع أصدقائكم سنبدأ مباشرة بمحري دانياتس بقطاع أفديفك حققت القوات الروسية تقدما هاما في اتجاه نوفو كالينوفي استطاعت التقدم في هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون تثبيت سيطرة لها طبعا هذا التقدم كان على انتداد 1.1 كم في هذا الاتجاه وطبعا بعرض أقصاه 771 مترا استطاعت خلالها القوات الروسية تثبيت نقاط سيطرة جديدة الدخول إلى شارع جديد كما تشاهدون في هذه المنطقة تمكنت القوات الروسية من الحصول على موطق قدم كذلك وسعت السيطرة حول الشارع التي سيطرت عليه سابقا في هذه المنطقة وسعت محيطة وباتت تتوجه كما كنا في وقت سابق باتجاه هذا الشارع من اتجاهين من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشرطية تقدم القوات الروسية في هذه المنطقة مهم ولافت وهام لها بالنسبة لها تحاول التقدم أيضا وتطوير هجمات منه انطلاقا باتجاه كيراميك وتحاول التقدم باتجاه وسط نوفو كالينوفي انطلاقا من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشرقية كذلك واصلت القوات الروسية عمليات العسكرية في اتجاه اوشيرتيني استطاعت سيطرة عدة تحسينات القوات الاوكرانية طبعا تقدمت بعمق اقصى 938 مترا وبامتداد كيلومتر ونصف استطاعت القوات الروسية خلاله الوصول الى هذه التحسينات بلون الازرق للقوات الاوكرانية في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه القوات الروسية تحاول قدر الامكان كما اشارنا في وقت سابق التقدم والسيطرة على نوفو كالينوفي وفي نفس وقت توسيع رقعة الاشتباك وتشتيد النيران الاوكرانية طبعا تلاحظون خريطة السيطرة الروسية باللون الاحمر والزهري والبقية هي بالسيطرة الاوكرانية تلاحظون اقتراب القوات الروسية من عدة اتجاهات بخصوص نوفو كالينوفي وبالتالي كما اشرت لكم بالامس قد تعمد القوات الروسية لعملية تطويق او دفع القوات الاوكرانية للانسحاب باتجاه كيراميك ولكن هنا يبقى السؤال الهام هل يوجد من القوة ومن الارادة ومن القرار ما يكفي للصمود في نوفو كالينوفي ام سينسحبون باتجاه كيراميك والقرى المحيطة ويدافعون في خط دفاعي اخر في هذا الاتجاه في شمال كطاع اف ديكا يبقى هذا سؤالا هاما يتواصل خلال الهجمات في هذه المنطقة تحاول القوات الاوكرانية شان هجمات مضادة في هذا الاتجاه ولكن تبقى الامور على اشدها في اتجاه او شريتيني حيث حققت القوات الروسية تقدما في هذه المنطقة وتحاول الاختراك اكثر فاكثر باتجاه او شريتيني تحاول التقدم وتوسيع موطق القدم لعلها تتمكن من السيطرة على او شريتيني هذه البلدة الهمة التي لطالما توقع الاوكران او وضع احتمالات ان تتقدم القوات الروسية على طول او شريتيني وتلتف حول كامل هذه القرى للوصول الى او شريتيني تتفادى على القوات الروسية عمليات عسكرية في كامل هذا النطاق وبالتالي لنرى وننتظر ما الذي سيحصل اما فيما يتعلق بالاتجاه سيمينيفكا تستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الاوكرانية في هذا الاتجاه تسعى القوات الروسية جاهدة لاستكمال السيطرة على شمال سيمينيفكا حط لحظة شمال سيمينيفكا تحت السيطرة الأوكرانية وكذلك الأجزاء الغربية من بيرديتشي وبالتالي لصحة لمعلومات حول سيطرة القوات الروسية على كامل سيمينيفكا كذلك تحتفظ القوات الأوكرانية بثلاثة مواقع لها دفاعية في محيط هذه البلدة مشرفة عليها أما فيما يتعلق باتجاه أومانسكي تستمر المعارك ولكن حط لحظة لم تتمكن القوات الروسية من الدخول باتجاهها كذلك تمكنت القوات الروسية منذ أيام من دخول نيتايلوفي ولكن المعركة ليست سهلة إطلاقا ضغط روسي كبير في هذا الاتجاه ولكن استماتة كبيرة من قبل القوات الأوكرانية للاحتفاظ بها وطبعا الصمود في خط الدفاع الثاني طبعا خط الدفاع الثاني هو المتمثل في هذه المنطقة التي تشاهدونها في مسعى من القوات الأوكرانية لتأخير تقدم القوات الروسية باتجاه بوكروفاسك التي تعد آخر مدينة هامة في هذا الاتجاه من مقاطعة دانياتسك طبعا هناك الكثير من مدن الهامة في اتجاه باخموت وغيرها من الأمور أما فيما يتعلق باتجاه دانياتسك بالجنوبة باتجاه كراسنوريفكا تواصل القوات الروسية إحراز المزيد من التقدم استطاعت السيطرة على منطقتين المنطقة الأولى هي في هذا الاتجاه طبعا القوات الروسية قلت لكم سابقا تحاول ملء الفراغات دوما لا تحب أن تترك فراغات كي لا يتم حصول عمليات التفاف وضرب في الخاصرة سيطرت على هذه المنطقة التي تمتد على مسافة سعمائة وسبعة أمتار وبعمق أربعمائة وثمانين وخمسين مترا في هذا الاتجاه تمكنت من السيطرة عليها هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون أما المنطقة الثانية والتي تعد مهمة جدا وصلت القوات الروسية من خلالها إلى مشارف المصالع التي قلت لكم أن القوات الروسية عفوا القوات الأوكينية تتحصن بها وبالتالي هذه المنطقة سيطرت عليها القوات الروسية هي بامتداد تسعمائة وخمسين وثلاثين مترا طبعا العماق اختلفت هنا بعمق أربعمائة وثلاثين مترا هنا بعمق مائة وستة وتسعين مترا وعلى طول هذه الشوارع والأحياء بعمق خمسمائة وسبعة وخمسين مترا القوات الروسية حين بسطت سيطرتها على هذه المنطقة وتبتت نقاط سيطرة لها أنشأت مواقع تتحصن تتمركز باتت على مشارف هذه المصالع الهمة الكبيرة حيث تتمركز القوات الأوكرانية وبالتالي تبدأ معارك كبرى وجها لوجه انطلاقا من هذه المواقع باتجاه مواقع القوات الأوكرانية قوات اللواء الخامس من دانياتس هي من تتولى عمليات الكتالية في هذا الاتجاه مدعومة بأفواج دبابات من تشكيلات مختلفة إضافة لذلك تحاول القوات الروسية السيطرة على هذه المنطقة التقدم إليها واستكمال السيطرة على هذه الأحياء ولكن طبعا المعارك عنيفة على كامل انتداد خطوط التماس بين كل من الطرفين تحاول القوات الروسية التقدم على طول هذه المنطقة وبالتالي الاشتباكات على أشدها يترافق ذلك مع عمليات قصف كبيرة للقوات الروسية باتجاه كراس نوريفكا ولكن يمكن قول أهداف أبعد عن خطوط التماس طبعا في حال قصفت القوات الروسية قد تؤذي الشزايا الجنود الروس وبالتالي الاستداف ضقيق وبعيد قليلا كي لا يحصل ذلك أما فيما يتعلق باتجاه نوريفكا تستمر المعارك بين كل من الطرفين ولكن الجبهة تشهد نوعا من الجمود في تغيير خريطة السيطرة لذلك هل سيحصل انهيار مفاجأ في صفوف القوات الأوكرانية أم سيكون هناك تجهيز أوكراني لشان هجوم مضاد باتجاه مواقع القوات الروسية التي تسيطر عليها في هذه البلدة أما أحبائي فيما يتعلق باتجاه باخمود ستحدث بداية باتجاه كريمين عن بيلوريفكا استطاعت الوحدات الروسية التقدم في محيط جول التباشير تقدمت في هذه المنطقة بعمق 216 مترا وبعرض 154 مترا استطاعت السيطر على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون إضافة إلى ذلك تستمر المواجهات في كامل المحيط بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية أما فيما يتعلق باتجاه باخمود فكان هناك ضربة روسية على كوستانتينيفكا تمكنت خلالها القوات الروسية من استهداف المركز تجمع للقوات الأوكرانية يقال أنه يدبع للواء الخامس الأوكراني الذي يقاتل في اتجاه جنوب قطاع باخمود في هذه المنطقة إضافة إلى ذلك تستمر المواجهات بشكل كبير وقوي في اتجاه شازيفيار القوات الروسية تواصل الضغط ولكن نشهد جمودا في تغيير خريطة السيطرة لماذا؟ لأن القوات الأوكرانية قد حشد بالكثير لأنه يوجد هناك تحسينات ولأنهم يحاولون الاحتفاظ بمئات الأمتار الأخيرة قبل أن تصل القوات الروسية إلى القناة المائية وبالتالي هي معركة فاصلة في حال وصلت القوات الروسية إلى القناة المائية حين يبدأ فصل جديد ومرحلة جديدة من المعركة أحباي القوات الروسية أن تتصدق لصاروخي من نوع توشكا يو إضافة إلى ذلك نحو 20 صاروخة مختلفة وتسعة عشر مسيرة وغيرها طبعا من البالونات خمسة بالونات تم إطلاقها باتجاه المناطق الروسية كان هناك طبعا إصابات في بعض المباني في منطقة روستوف كذلك في عدد من المناطق الأخرى في اتجاه فوروناك وغيرها إذن هذا كان كل شيء أحباي حتى ساعات الصباح أي جديد سوافقكم به مساء لا تنسوا الانضمام للقناة مشاركة الفيديوهات إداء أراكم في التعليقات وطبعا أحباي العام من كل ذلك الدعم المادي لهذه القناة لتستمر التفاصيل الوصف الخاص بالفيديو شكرا لكم وإلى اللقاء